السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ لو واحد مراته شكة ان هو بيصرف عليها وعلى عيالها حرام تتصرف ازاي هل تتطلق ولا تنصعه وتعيش وما لهاش دعوة ايه الطريقة دي في السؤال لا تعمل كده ولا تعمل كده اولا ما تتطلقش قولا واحدا امر التاني ان الشخص ده لو كان تهينة عندها شك ايه للشك ده جاي من اين ما جايز الشك ده جاي من كلام الناس وكافى بالمر اسمها ان يحدث بكل ما سمع وقد يكون ده لان هي حسة ان هو راجل اخلاقه دي تجيبه واحد مرتشي ما فيش حيبا فيش الكلام ده هي شافته وهو بمرتشي ما شافتهوش فلازم يكون ان ده حسن ظن فيه لان هو ده الطريقة اللي بنتعامل بيها مع بعض لو كل واحد فينا هيتامل تاني او يشك فيه يبقى مش هو ده صح طيب تعمل ايه توجهه توجهه بلطف المرأة الصالحة كانت تقول لجوزة وخارج من برا ان نصبر على الجوع ولكن نصبر على النار فاتق الله فينا تيجي تقول له كلام ده تراش تقول له كلام ده تقول له بوس يا سيدي احنا حابين حاجة واحدة بس ان احنا نأكل من حلال فصريحا وتعالى نتكلم وتعالى نشوفها نعمل ايه وتعالى نتناقش ومش هيجي ده غير لما هي تتعود ان هي تتكلم معا كل ما تتعود ان هي تتكلم معا يبقى هي ان شاء الله تصل الى ان هي تنصحه فواجب عليها ان هي تنصحه مش واجب عليها ان هي تجرحه او تتهمه بغير دليل وبغير سبب اشتركوا في القناة